اشتركوا في القناة ومعالي الدكتور نائف من فلاح مبارك الحجرة في الأمين العام لمجلس التعاون بينما ترأس الجانب الصيني معالي السيد وانجي مستشار الدولة وزير الخارجية وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وفتح آفاق أوسع لتنمية المصالح المتبادلة كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا والتحديات العالمية محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر